في القرآن قال إيه في الآية وليه اللي الآية تاني اللي هي اللي انت حفظها اللي لسه قال فلينظر إيه ده إيه ده إيه اللي حاصل الأصل ربنا لما تكلم عن المعجزات في القرآن يا ست دعاء ويا سادة يا مشاهدين المعجزة تعرفها أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه المعجزة أمر خارق للعادة من الذي أجرى المعجزة؟ الله دعاءه محمد مهما بلغ علمهم ومهما بلغ تقدمهم ومهما بلغت التكنولوجيا هيحيطوا علم ربنا عشان كده ربنا رحيم بنا بيحبنا لما وصل لآيات المعجزات قال أنتم مش هتحيطوا فيكفيكم مجرد النظر من أجل أن تتعايشوا بجوارحكم عشان كده قال فلينظر الإنسان إلى طعامه قال إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحا كل ده نظر ما ينطعش يبقى بصر لإني أنا إنسان قاصر فقير جاهل مهما بلغ ومهما تسعى أفاق علمي عقلي هذا قاصر محدود يفتقر أن يعرف ما يعلوه من لون شعر إلا إذا كانت أمامه المرآة فلما نيجي للمؤجزات ربنا أقول كفاية عليكم مجرد النظر اللي هو بيها تصل إلى الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأن البصر هيبقى مشقة عليكم مش هتعرفوا ما هو تخير حضرتك لو أعدت كده علشان تحيط بكيف رفعت هذه السماء بلا أعمدة على اتساعها وكيف أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام ومسيرة السماء الواحدة في سمكها مسيرة خمسمائة عام وكيف أن السماوات لها أبواب وكيف أن السماوات سبع وكيف أن الله زين السماء الدنيا بمصابيح وكيف أن الله وضع نجوما وكواكب وكيف أن هذه الأمور مسخرة وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضع التسخير في أشياء وسحب التسخير من أشياء إيه رأيك أنت في العيد تعرف تمسك الجموسة عزكم الله للبعرة وتمشي بها أو تعرفيش نعم ما عرفش الوقت الصغير يمشي بها كده نعم يعرف يمشي أنا ما عرف أي عيل يمشي بها آه أي عيل يمشي بها يكون جريء كده يمشي بها آه صح كده طب الستوديو فيه تقريبا بتاع تسعة هم أو عشرة خلي دلوقتي تعبان صغير يخش هنا كله يجري طب يا أخواننا المزيع ولا خليه يقروسه عشان تبطر راغي والشيخ خليه يقروسه عشان يبطر إيه القصة ده احنا خفنا من حتة بتاعة دي كده وما خفناش من البقر ولا الجمل قال لك ما هو ده أصدق أجاز أن الله نزع التسخير من هذا الصغير اللي هو العقرب واللي هو السعبان ووضع التسخير المين للموسى أو البقر وعزكم الله أن يسخر فيمشي رغم قوته زاعنا صغيرا وراء طفل صغير من الذي فعل هذا؟ عرفت الفرق بين النظر والبصر في القرآن